القيامة أعطت الشرعية ومصداقية ليسوع المسيح نعم عشان كده الآية دي تعينة أي تبرهنة أعلن بوضوح ابن الله وهذا برهان ظهر في حشتين ظهر في حياته القدوسة الخالية من القطية الإنسان الوحيد الذي لم يخطئ الشيطان ضرب كل البشر نعم مش كده فيه واحد مجدرش عليه فيه واحد لم يسقط من؟ يسوع ده برهان أولهية رقم اتنين فيه واحد الموت غلب كل البشر كل البشر فيه واحد وقف أمام الموت وصرعه سواء في حياته أو سواء في موته يعني فيه حياته أقام الموت نعم من هذا الذي يغلب الموت؟ هو رئيس الحياة؟ مجرد إنسان؟ لا دي برهان الأولهية عش كده فيه أثناء حياته بالقداسة وفيه أثناء حياته بالقدرة على الإقامة تبرهان إنه ابن الله ده الله المتجسد لكن لو كان ما رحش للصليب كان يظل هو الوحيد اللي قهر الخطية بالقداسة وقهر الموت بالقيامة ويمشي على السماء الوحد وإحنا ما نروحش إحنا كلنا نهلك نعم لكن هو رحل الصليب ليه؟ عشان خاطر أنا المكهور من الخطية والمكهور من الموت من خلال عمل الصليب أنال النصر على الخطية والموت العدو أعتى عدوين شفهم الإنسان الخطية والموت المسيح قهرهم في حياته برهان الأولهية رح قهرهم في الصليب نعم بالموت والقيامة المرة دي لصالحي أنا مش لصالحه هو